مرحبا برج الحوت عندك اول كرت من الميجر اركانا الكرتات الرئيسية هم 22 كرت وجودهم في القراءة معنات ان فيه تغيير كبير رح يحصل عندك كرت التمبرانس الاعتدال كرت برج القوس انت كأنما قاعد تحاول تشفي شيء مهين حاليا عندك تشفي جرح تعالج وضع تحاول ان ترقع ايضا قاعد اشوفك انه حتى وانت تحاول تداوي الجرح اللي عندك او الالم اللي سببالك الشخص الثاني الشريك في نفس الوقت كأنك لا في وجهك غاض البصر عن حقيقته عن طبعة كأنه ما قاعد تحاول ان فعلا تطفئ النار ولكن في نفس الوقت لا تريد ان تواجه الواقع لا تريد ان تواجه حقيقة هذا الشخص قاعد ما تلتفت الى الوضع اللي عندك تصب الاكواب بدون ان تنظر اليها فهذا عندك نوع من الهروب من الواقع ليش في حب كبير بينكم خصوصا من طرفك انت في حب كبير علاقة كبيرة العلاقة لنفسها احتمال تطورت الى مراحل متقدمة من اجل ذلك اشوف ان احتمال ان هذا الشخص سبب لك جرح كبير ممكن يكون خانك اختار شخص ثاني ومن ثم رجع لك ممكن يكون ايضا ان تخلى عنك في وقت جدا كالمهم تمسك فيك بس سبب لك هو جرح سبب لك خذلان مع الجرح مو فقط جرح خذلك ولكن انت كأنما عايش الحين في حالة من النكران تعرف ان الالم موجود تحاول ان تعالج الالم فقط او العوارض من دون ان تعالج المشكلة نفسها اللي عندك ممكن بالنسبة لك الواقع جدا مخيف تحاول ان لا تنظر اليه ولكن هناك ثلاثة اشخاص في هاي العلاقة يعني فعلا علاقة ثلاثية بمعنى الكلمة احتمال ممكن الام الاخ تدخل الاهل هو الطرف الثالث واحتمال خيانة او شريك ثاني لشريكك يعني خانك مع شخص ثاني وهو موجود في الصورة لحد الان وهذا اللي يسبب لك حالة من الهروب من الواقع انت كأنك ما تقدر تتعامل مع هاي النوع من المنافسة هاي النوع من الالم كأنك ممصدق يمكن لان التغيير كان مفاجئة في العلاقة كل شي كان ماشي منيح وفجأة صار حدث كبير صار اكتشاف مهم اكتشفت انه في طرف ثالث في العلاقة كانت بالنسبة لك مثل الصدمة وعندك ايضا كرت سبع الخماسيات كرت الوحدة مو فقط خذلان مو فقط انت ما كنت متوقع ابدا من هذا الشخص تصدر منه هاي التصرفات انت مخذول يعني صبرت لفترة طويلة اعطيت لفترة طويلة احبت لفترة طويلة وباخلاص من قلبك في نفس الوقت يعني احس انك مسكين يعني ما تم تقدير هذا الحب اكثر كرت يجذبني اكثر طاقة تجذبني في هاي الكرت لك انت الوحدة تخاف انه لو فعلا تواجهت الوضع ستعيش في وحدة او لن يكون لك شريك ثاني لن يتقدم لك شخص ثاني لن يرغب فيك شخص ثاني انت اللي مخوفك وشريك نفسه اللي مخوفك شكثر لقت وطاقة ومجهود استثمرته مع هذا الشخص وتخاف ان تعيد الكرة تستثمر مرة ثانية مع شخص وايضا تخسر الخوف من الخسارة احسك في هاي الفترة جدا تحس بالحزن كأنما حتى ما في احد في محيطك من الاهل والاصدقاء قاعد يفهمك لانه ما اشوف في طاقة احد قاعد او يمكن انت اللي مباعد الناس معتزل عن الناس بسبب هاي الاحساس اللي عندك انت ترفض مساعدتهم او ترفض انك تشكي للاخرين ولكن مهم جدا ان تلاقي شخص تثق فيه تفضفض له مجرد الفضفضة اطلاق هاي الطاقة السلبية الظالمة اللي داخلك ممكن تساعدك ممكن تحس له بشيء بسيط من التحسن بس انك تكون وحيد وتمر بهذا الالم لوحدك هو شيء لا ينصح فيه دائما عالج الموضوع ولكن انظر لان عينك راح تشوف الحقيقة شوف اذا انت التفت الى حقيقة الواقع اللي عندك راح تستطيع ان تعالجه ولكن مو بطريقة سطحية فقط تعالج العوارض ستعالج المشكلة الجذرية اللي انت مع هاي الشخص تتعاني منها تفتح عينك تنظر الى الشمس ترى حقيقة الوضع ومن ثم تعالجه تعالج نفسك لا تظل كأنك مغمض عينك عن الحقيقة هذا ليس هو الحل الشريك عنده كرت برج الاسد ممكن تكون مرأة في حياته حاليا من برج الاسد ممكن هو يكون من برج الاسد وعنده ايضا اربعة ثيوف طاقة هوائية وعشرة الخماسيات طاقة الارض بغض النظر عن البرج اللي حاليا قاعد يتعامل معه شريكك هو عارف هو كأنه مثلك ايضا رافض المواجهة ولكن ليس رافض المواجهة مثلك خائف يواجه الواقع هذا انسان ما عنده خوف ولكن مثل منقول قوي عين ما يريد انه يدوس على كبرياء ويعترف بغلطة اصلا ممكن هذا اللي مسبب لك استمرار هاي الحالة من الحزن ان هذا الشخص احتمال لحد الان لم يعتذر بصدق نية وبصراحة عما فعله يعني احتمال وصلته لمرحلة جدا متقدمة او كان في قرار مصيري في مرحلة سبع الخماسيات هو تخلى عنك فيه كأنه كنتم اتفقين كشركاء مع بعض كل واحد يده بيد الثاني وهنا حدث الانسحاب ولكن كان غير انسحاب بدون اتفاق الاتفاق كان ان تضلوا مع بعض احتمال ان انتو كنتم اتفقين ان تضلون تنتظرون بعض من اجل الزواج هذا الشريك ذهب وتزوج او سمعت خبرة فانصدمت من الناس وصلك خبر ان هذا الشخص خطب فالحين احتمال ان اراجع لك او يحاول يتكلم معاك فانت لحد الان لم تتعامل مع هاي المشاعر وبدليل انك مو قاعد ترى حقيقة اللي حدث كأنك مو قاعد تتعامل مع الشيء اللي فعلا حدث وهي اما الخيانة اما ان تخلى عنك اما ان لم يتمسك فيك اما انه ذهب وارتبط بشخص ثاني ولما الموضوع ما ماشى رجع لك وهو ايضا لديه طاقة انه لا يريد التعامل معه نتائج افعاله ولكن هو بالنسبة له تهرب من المسئولية اكثر كأنما سعد اللي فعله هنا في نفس الوقت غير قابل انه يأخذ المسئولية يعني لحيني كابر وقول انا مش غلطان وقاعد يحط فيك انت العيب ولكن انت ما فيك عيب يعني ما شوف من طرفك كان فيه اي اخطاء ولكن هذا الشخص بطبيعته يتهرب من نتائج افعال يعني حزت حزت الجد يهرب وعنده ايضا عشر الخماسيات وجود عشر الخماسيات هي كرت العائلة الاسرة المحيط القوي بالنسبة لهذا الشخص هو بطبع قوي عين يزرح الاخرين ولا يعترف هو بطبع غير مراعي لشعور الاخرين غير مراعي لنتائج افعاله على الاخرين ولكن عنده ايضا في المحيط اسرته اما تكون متمكنة ماديا اما هو متمكن ماديا ولكن اسرته تقوي عينه وتكبر راسه دائما يسمع منهم كلام اتركه او وجوده غير مهم او بدالة القائل في هاي نوع من الكلمات خلت هذا الشخص يضغى اشوفه فيها الصورة مثل الطاغية اللي واقف ولكن غير واقف على اسس متينة يعني واقف وكأنما على وهم قاعد يتوهم هذا الشخص انه هو فعلا الف شخص يتمنى وسيضغع عايش في هاي الوهم لفترة طويلة فهل انت قابل تكون مع شخص بهاي الطريقة اذا كانت القراءة تنطبغ عليك وفعلا تتعامل مع شخص موهوم غلط في حقك ولا يريد الاعتذار لحد الان هل انت فعلا مستعد ان تظلت تستثمر وقت وطاقة وجهد في شخص هكذا من النوع اللي مستعد يتخلى عنك تحت اي ظرف اي احد يكلمة اي احد يقنعها يتخلى عنك عادي واحتمال انه ايضا هو اللي عملك بلوك هو اللي ماخذ بريك عنه ابتعد وكان اختياره وكان قراره لانسحاب الابتعاد بغض النظر من يحفزه ومستحيل احد يحفزه ويعمل شئ الاذا هو مقتنع وايضا ارى انه عنده احد من برج الاسد احتمال امرأة خبيثة لديها امرأة خبيثة جدا احتمال تكون مطلقة ارملة صاحبة خبرة في الحياة متمرسة كثيرة التعامل مع الرجال فتعرف الشخص اللي انت تعامل معه قلتلك واقف على اوهام ليش واقف على اوهام واقف على مجرد كلام الاخرين اللي من حوله اللي يحطونا في راسه ولكن هو فعلا لو تأخذه بروحه وتقيمه هو ما عنده خبرة لا يملك شيء من القوة والاعتزاز بالنفس اللي مبني على فعلا ثقة بالنفس ومعرفة الذات مبني على خرابيط لانه هاي الشخص اشوف انه دخل عنده وقدر يتلعب فيه بسهولة ممكن تكون عمه خاله شريك يعني شخص تعرف عليه حديثا دخل حياته امرأة رجل دخلوا حياته حديثا ولكن قاعدين يتلعبون فيه ويحركونه مثل الشطرنج لانه لانهم فعلا اصحاب خبرة هاي هاي مثل اللي نسمي احنا ديك منفوش ديك اللي يكون منفوش ولكن في الحقيقة لا يملك يعني ذاك القوة الطرف الثالث ارى ان الطرف الثالث مهما كان بالنسبة لك هو شخص يحمل بشارة خير هذا الشخص ممكن يكون اي شخص احد من الاهل مدير في العمل تاجر ممكن يكون حتى صاحبة اخ اخت احد الوالدين شريك او شخص انت عرفت عليه حاليا في حياتك جديد هذا الشخص سيجرب الكثير من التغييرات الايجابية في حياتك انت هذا الشخص دخوله في حياتك كأنما هو هدية من السماء عنده كرت برج العقرب او الموت وفي ايضا كرت برج السرطان وفي الطاقة الترابية ممكن يكون اي واحد منهم ولكن هذا الشخص كأنما كان من فترة يراقبك من بعيد ويعرف ان الامور بينكم وبين الشريك رح توصل الى هذا المطاف فشوف حاليا ابتعادكم عن بعض فرصة ان يدخل ويغير حياتك الى الافضل كأنه داخل يعلمك درس ولكن درس ايجابي داخل يعلمك انه في طرق اسهل والذ واجمل للحياة من انك تعلق مصيرك بشخص لا يستحقك مثلا او شخص غير متأكد او شخص بهذا الشكل يعني رح يعلمك انه فيه جوانب في الحياة انت لحين لم تكتشفها فيه انت عندك مناطق قوة انت لحد الان لم تسخرها لم تستخدمها فدخوله جدا ايجابي اذا صارت لك فرصة استمع اليه لديه الكثير من الامور اللي راح يفيدك فيها لان احتمال انه يأتي تجاهك عنده ايضا كرت العربة الحراك القوي بالتجاه معين احتمال انه يساعدك ان تتخطى هذا الشخص واحتمال ان يساعدك على السفر يعرض عليك عمل عندنا ثلاثة الخماسيات عمل جديد في مجال جديد ولكن سيتطلب منك اما السفر اما ان ترحل على منطقتك اما ان تترك هاي العلاقة راح يأخذك من محيطك على محيط ثاني فيه انتقال فيه نقلة نوعية عندما يحسك ان انت جاهز راح يحتمال ان يعرض عليك عمل ينقلك واذا انت ايضا لقيت وعندك حاليا تعمل ولقيت اي فرصة ان تسافر خذها لان احتمال ان الفرص في السفر راح تكون مسخر امامك في المستقبل عشان ترحل عن الوضع عشان تغير الوضع لان انت عكس الشريك انت فعلا لما ترحل من اجل السفر او تنفقل من اجل علاقة افضل انت راح اساسياتك تكون اقوى مبشرة اكثر بالنجاح قلت لك هذا الشخص منفوش عن الفاضي اهله محيطة قاعدين يقوون راسع الفاضي ولكن انت فعلا راح تبتدي بداية جديدة لا تسأل نفسك مرتين قبل ان تغير من حياتك الى شيء ايجابي انطلق محتاج انطلاقة قوية فيها توازن عليك ان اول شيء تحقق التوازن بالطريقة اللي اخبرتك اياها تعالج وضعك ومن ثم تنطلق بمساعدة شخص ما احتمالكم برجة العقرب الى بداية جدا جميلة راح تأسس فيها مثل النبطة صغيرة في ارض خصبة ارض جديدة راح تنمو الى حديقة بناء راح تكون لك اساس جميل لحياتك المتوقعة في المستقبل احتمال انه اذا كان عضل زواج يأتيك من هذا الشخص احتمال انه يكون لديك ثلاثة اشوف رقم ثلاثة اما ثلاثة شهور من اجل السفر او ثلاثة ابناء بعد الزواج في رقم ثلاثة في الموضوع وحاسحب لي الكارت تبع المنفاجأة متوقع The Phoenix العنقاء وهو رمز قناتي الحيوان الطير الأسطوري الفينكس العنقاء الفينكس دائما يتكلم عن شبيه لطاقة الموت تبع برج العقرب طاقة الموت شنو تطلب منك هي لا تنهي شيء هي تغير شيء تنهي شيء قديم تغير نفس الشيء العنقاء العنقاء قصة الأسطورية أنه عندما تنتهي رحلتها مهمتها في مكان معين يقف على نفس الثلة أو الموقع اللي ولد فيه يحترق كامل يصبح رماد ومن الرماد يولد من جديد يولد جديد وأقوى وأفضل من السابق وأيضا أتوقع حتى طير أتوقع النسر النسر ليس العقاب النسر أتوقع يفعل نفس العملية فهي مبنية قصة العنقاء على فعلا حقائق موجودة عندنا في الطيور أنه عندما يكبر به السن أو يخترب من قارة يذهب يطير بقوة باتجاه جبل أو حجر معين يصطدم به يسقط على الأرض يكون يحتضر لمدة كذا يوم من ثم سبحان الله يرجع نمو مريشة يرجع له منقار جديد يرجع أقوى من السابق المطلوب منك من أجل أن ترجع أقوى من السابق أن فعلا تسمح لمرحلة العنقاء أن تحدث لا تقف عائقا أمام نفسك البوابة موجودة لديك أن تجدد وتحسن من حياتك مع شخص أفضل مثل الموت 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 مهم عشان تذهب إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية دائما تكون أفضل بعد الموت لأنها جديدة لأنك تعلمت من أخطائك لأنك لم تدر وجهك عن أخطائك وتعلمت منها واستفت منها الدرس كن مثل العنقاء وإذا لديك أي أسئلة بخصوص العنقاء أقترح عليك أن تبحث في الإنترنت عن أصطورة العنقاء قصة جدا جميلة تلهمك لأن تأخذ طاقة هذا الصيام ترجمة نانسي قنقر